وزعت دولة الإمارات 1260 سلة غذائية على أسر الشهداء في مديرية الحوطة وتبن ويهر في محافظة لحجه ضمن حملة مير رمضان التي تنفذها الدولة في اليمن وقال منصور سيف جبيران منسق مكتب الشهداء في محافظة لحجه إن هذه السلال الغذائية التي وزعتها الفرق الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ليست الأولى التي تستهدف أسر الشهداء في محافظة لحجه مشيرا إلى أن ما يميزها أنها تأتي مع قرب حلول شهر رمضان المباركة ما سيسهم في التخفيف من معاناة حوالي 8820 فردا من أسر الشهداء في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية